اهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار نستهلها بالخبر الوطني حيث أجرى رئيس مجلس نواب رشيد الطلب العالمي بمقر المجلس مباحثة مع السيد براكسو خون نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كامبوديا تدرس خلالها الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون تفاصيل أوفاف في تقرير ردوان مستقيم رئيس مجلس نواب السيد رشيد طلب العالمي أجرى بمقر المجلس مباحثة مع السيد براكسو خون نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كامبوديا تدرس خلالها الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني عبر مأسسة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والتواصل المستدام والتفكير في فضاءات للحوار وتقاسم الخبرات والتجارب السيد براكسو خون الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب على رأس وفدن جدد تأكيد دعم بلاده الكامل لسيادة المملكة ووحدتها الترابية واخترامها لجهود المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي لقضية الصحراء المغربية من جهته أشاد السيد طالب العالمي بموقف كامبوديا الداعم لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية مستحضر النتائج زيارته المثمرة لهذا البلد في نوامبر من السنة الماضية ولقاءاته مع رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وذلك بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة الثالثة والأربعين للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا المباحثات حسب بلاغ مجلس النواب ركزت أيضا على تثمين العلاقات الممتازة بين المملكتين على أعلى مستوى والتي تتميز بالصداقة والاحترام المتبادل والتشاور المستمر والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي خبر آخر قامت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة على مستوى عمالة إنزجان أيت ملول بزيارة ميدانية بمدينة تشير الجهادية الزيارة شملت عددا من الوحدات الصناعية المتخصصة في إنتاج مجموعة من المنتجات الغذائية للوقوف على جودة المنتوج ومدى استجابته لمعايير الجودة والسلامة الصحية كذا الوقوف على وفرة بعض المواد تقرير صفية عصمان على مستوى عمالة إنزجان أيت ملول تواصل اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة عمليات مراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف نقاط البيع والتوزيع والإنتاج عبر تراب العمالة وبمدينة دشيرة الجهادية قامت اللجنة الإقليمية بزيارة ميدانية شملت عددا من الوحدات الصناعية المتخصصة في إنتاج مجموعة من المنتجات الغذائية للوقوف على جودة المنتوج ومدى استجابته لمعايير الجودة والسلامة الصحية زيارة اللجنة همت كلا من وحدة تخزين وتوضيب الحبوب والقطاني ووحدة إنتاج الدقيق ووحدة عصرية لإنتاج التمور الموجهة للسوق المحلي ووحدة لإنتاج الزبدة المستوردة ووحدة للتقطيع وإنتاج اللحوم بمواصفات عالية كما وقفت اللجنة الإقليمية على وضعية سلسلة الإنتاج بهذه الوحدات ومدى تموينها للسوق المغربية من هذه المواد حيث استهدف عمل اللجنة الوقوف على توفير العرض الكافي من هذه المواد وضمان سيابية مسالك التوزيع ننتقل إلى تونات حيث تم بمقر العمالة تسليم الدفعة الثانية من معدات وتجهيزات خاصة بمشاريع مدر للدخل لفائدة 13 تسجينا سابقا وذلك بدعم من المبادرة الوطرية للتنمية البشرية ويتعلق الأمر بتجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع متنوعة كإعداد الوجبات الخفيفة والحلاقة العصرية وبيع أجزاء السيارات المزيد مع سكينا سوية بهدف دعم وإحداث مقاولات صغرى وأنشطة مدرة للدخل لفائدة السجناء المفرج عنهم القاطنين بإقليم تونات والمستوفين للشروط المطلوبة تم تسليم الدفعة الثانية من معدات وتجهيزات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة 13 سجينا سابقا وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تسليم الدفعة الثانية من معدات وتجهيزات مشاريع أنشطة المدرة للدخل لفائدة 13 من السجناء السابقين المفرج عنهم التابعين لإقليم تونات هذه العملية تندرج في إطار اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء التفاقية ما زالت مستمرة والهدف منها هو تحقيق الاستقرار المادي لهذه الفئة عملية تسليم هذه الموعدات والتجهيزات تأتي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة وكذا ضمن الاستراتيجية المندمجة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء الرامية إلى تعزيز التمكين السوسيو اقتصادي لفائدة السجناء السابقين نتابع مشاهدنا بالأخبار الدولية حيث قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن روسيا بدأت تدريبات بنظام سواريخ الباليستية العابرة للقارات يارس وعدة ألاف من القوات فيما يرجح أن ينظر إليه على أنه محاولة أخرى من جانب موسكو لإظهار قوتها النووية المزيد مع بادرزايو روسيا بدأت تدريبات عسكرية واسعة النطاق هذه المرة أدخلت نظام السواريخ الباليستية العابرة للقارات يارس وعدة ألاف من القوات وزارة الدفاع الروسية قالت إجمالا يشارك في التدريبات أكثر من ثلاثة آلاف عسكرين ونحو ثلاثمائة قطعة من المعدات تشمل التدريبات فحصا شاملا للتحكم الشامل لقوات الصواريخ الاستراتيجية لتشكيل صاروخ أمسك جنبا إلى جنب مع تدريب للقيادة والأفراد مع تشكيل صواريخ نوفو سبيريسك المجهز بأنظمة يارس يقول خبراء إن الرئيس فلاديمير بوتين يهدف إلى جعل نظام الصواريخ يارس الذي حل محل نظام طوبول جزءا من الأسلحة الروسية التي لا تقهر وزارة الدفاع قالت إن أنظمة يارس المتنقلة ستجري خلال التدريبات مناورات في ثلاث مناطق روسية دون تحديد هذه المناطق ننتقل إلى شبه الجزيرة الكورية حيث أجرى سلاح مشات البحرية الأمريكية وكوريا الجنوبية اليوم ولا مناورات إنزال برمائية واسعة نقط نطاق منذ خمس سنوات وتأتي هذه المناورات بعد أن تعهدت كوريا شمالية بإنتاج المزيد من المواد النووية الصالحة لصنح الأسلحة لتوسيع ترسلتها عودة مع بادرزايو عملية إنزال كبيرة شهدتها مناورات مشات البحرية الأمريكية مع نظرائهم من كوريا الجنوبية هي الأضخم منذ خمس سنوات انضمت عربات المضرعة برمائية من البلدين إلى جانب السفن البحرية والطائرات والمروحية الأخرى إلى مناورة سانت جيونج قبالة سواحل مدينة بوهانج الشرقية والتي انطلقت يوم العشرين من مارس وستستمر حتى الثالث من أبريل المقبل تأتي التدريبات في أعقاب التحام مجموعة حاملة طائرات أمريكية بقيادة حاملة الطائرات يو اس اس نيميدز في قاعدة بوسان البحرية في كوريا الجنوبية صباح أمس بعد تدريبات مشتركة كانت هذه أول زيارة للناقلة منذ ما يقرب من ست سنوات وتتزامن مع الذكرى السبعين لتحارف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى بلجك هذه المرة وتحديدا بويكسل حيث عبر وزراء الطاقة الأوروبيين عن موقف متبينة بشأن الاعتلاف بالطاقة النووية كوسلة لإنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون هذا وكانت الوزيرة الفرنسية للطاقة قد جمعت ممثلين عن 12 دولة أخرى للدفاع عن الطاقة النووية وتعزيز التعاون الصناعي في هذا القطاع تفصل أوفا في تقرير صفي عوثمان وزراء الطاقة الأوروبيون عبروا عن مواقف متبينة بشأن الاعتراف بالطاقة النووية كوسيلة لإنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون وكررت باريس تمسكها بالطاقة النووية لأغراض مدنية بينما نجحت فيينا في جمع منتقدها وقبل اجتماع الوزراء السبعة والعشرين في بروكسل جمعت الوزيرة الفرنسية أغنيس باني روناشير ممثلين عن 12 دولة أخرى للدفاع عن الطاقة النووية وتعزيز التعاون الصناعي في هذا القطاع هذا التحالف النووي المدني الذي دشنا نهاية شهر فبراير في ستوكهولم جمع عشر دول وهي فرنسا وبلغاريا وكرواتيا وفنلندا والمجر وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا تضاف إليها كل من بلجيكا وإيطاليا وهولندا بصفة مراقبة وبحسب بيان مشترك اعترف المشاركون كليا بأن الطاقة النووية مصدر الطاقة الخالية من الكربون تقنية استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي وفي المقابل جمعت وزيرة الطاقة النمساوية نظراءها من عشر دول لمناقشة استخدام مصادر الطاقة المتجددة ولا تؤمن غالبية هذه الدول بإمكانية معالجة الذرة المدنية بنفس طريقة التعامل مع التقنيات الخضراء نتابع بالأخبار الثقافية حيث اختضنت قاعة بيكاسو بحية زمالك بالقهرة أعمالا فنية لمبدعات مصريات في معرض حمل عنوان نون وفنون في نسخته العشرين ويذكر ونانون وفنون هو معرض جماعي نسوي ينظم كل سنة ويضم فنانات من مختلف الأجيال بداية من رائدات الفن التشكيلي في مصر المزيد مع سكينة مسوية من أجل الاحتفاء بالفن النسائي ودعما للمرأة في ختام الشهر المخصص لها احتضنت قاعة بيكاسو بحي الزمالك بالقاهرة أعمالا فنية لمبدعات مصريات في معرض حمل عنوان نون وفنون في نسخته العشرين ويجمع المعرض بين فنانات رائدات في حركة الفن التشكيلي المصري وبين أخريات معاصرات وبعضهن من المواهب الشابة لتبادل الخبرات والتجارب وعرض أعمال متنوعة للفن التشكيلي كما تراه الأنثى الفنانة معرض لـ 45 فنانة مصرية سيدات مصريات بيعبروا عن نفسهم بطرق وسائل فنية مختلفة كلها أعمال فنية رائعة بتعكس قدر كبير جدا من الإيجابية هذه التظاهرة الفنية تدعم النساء اللواتي يعانين من مرض السرطان حيث ستخص مداخل المعرض لدعم إحدى المبادرات المصرية في هذا المجال وختم النشر بالخبر الرياضي حيث قال مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الرجراجي إنه راض عن أداء اللعب منتخب المغرب رغم الخروج بنتيجة التعادل السلبي ضد البيرو في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس بمدريد شيما أباكا في المتابعة ودية ثانية جمعت المنتخب الوطني بنظيره البيروذي على أرضية ملعب سيفيتاس ميترو بوليتانو بمدريد انتهى اللقاء بنتيجة تعادل السلبي صفر لمثله المقابلة التي انتهت بعشرة لاعبين في كل فريق حاول خلالها وليد الرجراجي تجربة دكة البدلاء من أجل الاستحقاقات المقبلة الناخب الوطني وليد الرجراجي أشهد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة بأداء الأسود وقال إنه راض على أداء الفريق رغم تعادل السلبي أنا أستطيع التعادل من المتابعة بسبب الأفكاسية الأفنسية كنت أريد أن نرى دريري أبدى، أبوكليل، أبوكليل، داخل نازاروري أقل نساكور المنتخب الوطني وحتى آخر دقيقة من عمر المباراة ظل تابتاً محافظاً على نفس القوة والإقاع مع خلق العديد من المحاولات التي لم تبلغ المرمى أمام الدفاع البيروفي الذي ظل صامداً أمام رابع العالم ونجح في إصدال استطار هذه المباراة بالتعادل السلبي لذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا مشاهدينا لنهاية النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار بعد قليل نلتقي في مجازل أهم الأنباء في أمان الله